اشتركوا في القناة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح فاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال رأيكم ولحظاتكم واقتراحاتكم كلما من شأنيا يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأسعد الله وقاتكم بكل خير الرحب بطاقم وفريق عمل البرنامج معنا في التنسيق محمد عمر صبح كله بالخير وأيضا معنا في الإخراج المبدع ناصر السليمي وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة ندى الملأة صباح الورد وصباح الجمال صباح الأثنين إن شاء الله يكون هذا أسبوع جميل عليكم إن شاء الله جميعا والجوم إن شاء الله بعدها جميل برع فدائما أنا أقول لا زين الجو محمود والله حرم يعني شوية حر بس بعدها مناسب حتى ما في غبار وايد هاليومين استمتعوا بالجو وطلعوا برع استغلوا آخر أيام الربيع إن شاء الله قال ما يتخالينا الصيف ورمضان فاذكرك برقامة تواصل على 600-55-14-14 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبيع على الإنستجرام طيب دكتورة نحن إن شاء الله يعني عندنا بكرة فعالية جميلة جدا من الفعاليات اللي أنا يعني أعشقها يعني اللي هي؟ اللي هي خلي أستاذ خالد الجلاف معنا عبر الهاتف يخبرنا عن كل مواضع من وينية هذه الفعالية شو سالفتها وشو بيصير باتشرة إن شاء الله في هيئة الصحة صبحك الله بالخير خالد شايف حالك خير الله يحفظك إن شاء الله حيال الله في محمود تسأل دكتورة نادة تقول شو هي الفعالية نحن خلنا نتكلم من البداية هذه الفعالية ليش نحن منسويها من وينية التوجيهات لإنشاء هذه الفعالية وشو هي بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بناء على توجيهات مجلس الوزراء بأن يكون السابع والعشرين من مارس في تمام الساعة الحادية العاشرة أن تكون هذه الساعة ساعة قراءة على مستوى الدولة وبناء على توجيهات أيضا المجلس التنفيذي في حكومة دبي بأن كافة المؤسسات والدوائر الحكومية في مارس دبي تتبع هذا الأمر وتنظم أنشطة وفعاليات تشجع على القراءة ويتكون الساعة الحادية عشرة يوم الثلاثان إن شاء الله اللي هو غدا بإذن الله تعالى هي ساعة قراءة على مستوى الدولة وهذا تماشيا مع نظرة حكومة دبي إلى أهمية القراءة أو حكومة الدولة عموما إلى أهمية القراءة وأن نكون حقا أمة تقرأ وأمة تستفيد مما تقرأ وتشجع الموظفين والأجيال على هذا الأمر جميل يعني خلال ساعة القراءة هاي شو الفعالية بالسوفية؟ يعني بيقعدون الناس مثلا في مكان معين ويتم في قراءة كتاب معين؟ عموما هي عملية رمزية يعني رمزية الوقت للقراءة ولكن الحمد لله يعني عندنا في هيئة الصحة العديد من المكتبات التي توفر القراءة والكتب للموظفين والمراجعين سواء كان في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في المستشفيات أو حتى في الإدارة العامة فالأمر مستمر عندنا الحمد لله قضية القراءة وكذلك عندنا لجنة سمها لجنة استدامة أنشطة القراءة على مستوى الهيئة ولكن هذه الساعة رمزيتها في أن المراجع يقرأ الموظف يقرأ أنشجع القراءة نعم سمع سيكون إن شاء الله بإذن الله تعالى مستشفى دبي هناك قراءة للأطفال مستشفى لطيفة أيضا المسؤولين سوف يقرؤون الأطفال اخترنا في مستشفى لطيفة ومستشفى دبي كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المطلوم البطلان والذي خصص للأطفال ليتحدث عن شخصيتين عظيمتين من شخصيات القيادة في دولة الإمارات المغفر لهم الشيخ زايد والشيخ راشد رحمهم الله هذا جانب تاريخي فيقرأ لهم هذا الكتاب ثم راح يهدى لهم هذا الكتاب بحيث أن يبقى ذكرى لهم في أن يعرفوا من هما الذين قاموا بتأسيس هذه الدولة صحيح لجانب أيضا التثقيفي هناك كتاب سمكة بطوني التي تحدث فيها عن التغذية أيضا سيتم القراءة في هذا الكتاب للأطفال ومن ثم سوف يهدى هذا الكتاب لهم ليبقى أيضا ضمن مكتبتهم في المنزل وبين فترة ومترة يراجعون المعلومات التي فيها جميل دعوة هي عامة حين للأطفال وأهلهم أن ينضمون في مستشفى لطيفة ومستشفى دبي لفعالية الحادية عشرة لفعالية القراءة إن شاء الله أما في الإدارة العامة في الهيئة برعاية معالي حميد القطام إن شاء الله سوف يكون الساعة الحادية عشرة ساعة القراءة الكل سوف يكون في الاستقبال الرئيسي في الإدارة العامة وسوف يعني يكون هناك مجموعة من الموظفين الذين قرأوا مجموعة من الكتب وسوف يعني يتبادلون المعرفة التي جنوها من هذه الكتب مع أقرانهم من العملاء ومن الموظفين في تلك الساعة بإذن الله تعالى في الاستقبال الرئيسي للإدارة العامة بإذن الله تعالى نحن نحاول إن شاء الله بكرة بعد نغطي الموضوع إن شاء الله نشوف حد من الزملاء الإعلاميين عندنا ممكن ينقل لنا نقل مباشر أثناء الاحتفالية هذه نحن نتمنى لكم التوفيق أستاذ خالد الجلاف وأيضا المكان اللي سويتوه للقراءة وايد جميل اليوم مريت عليه يا هي ألسة جميلة في الهواء الجميل المسوين مثل قاعدة داخلية خارجية جميل ممتاز خائطة لعمرك ومش إحنا اللي سويناه هذه الموظفين أنفسهم اللي عندنا بريق القراءة مبادرين ومن يعني ميزانيتهم الخاصة يعني حتى قالوا يعطيهم العافية نحن حابين أن ننشر هذا الفكر بين موظفي الهيئة وإن شاء الله تباك تعالى أن القراءة تكون أسلوب حياة وليس يعني بخلال ساعة فقط صحيح صحيح مثل ما ذكرت هذا موضوع رمزي يعني لتفعيل نشاط القراءة صحيح الجمهور وعند المتعاملين وأيضا الموظفين شاكرين لك سيد خالد العفو شكرا لك نهارك سعيد الله يحفظ أنت شو كاتبهني أبغي أعرف كفر التلفوني هذا هي كفر التلفون ضيبة خبرت عن دراستنا اليوم تشير الرابطة الأمريكية لصحة القلب إلى أن محيط الخصر خاصة عند النساء قد يساعد على التنبؤ بخطر النوبات القلبية وقال باحثون بريطانيون قد توصل مؤخرا إلى أن النساء اللواتي يتمتعن بمحيط خصر كبير بالمقارنة مع محيط الورك يواجهن خطارا أعلى للإصابة بالنوبة القلبية من الرجال الذين يمتلكون نفس شكل الجسم كرشياني اجتملت الدراسة على حوالي نصف مليون رجل وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 69 يعيشون جميعا في المملكة المتحدة ولديهم تاريخ للإصابة بأمراض القلب وجد الباحثون بأن النساء اللواتي لديهن نسبة محيط خصر إلى محيط ورك أعلى يواجهون خطرا بنسبة 15% للإصابة بالنوبات القلبية بالمقارنة مع رجال الذين لديهم نفس النسبة من محيط الخصر إلى محيط الورك الدراسة تقترح نتائجها بأن قياس محيط الخصر ومقارنته مع محيط الورك قد يكون طريقة أفضل لتوقع خطر أمراض القلب من حساب مؤشر كتلة الجسم الذي يقوم على تقدير بدانة الشخص من خلال مقارنة طوله ووزنه جرى نشر هذه الدراسة مؤخرا في مجلة الرابط الأمريكية لطب القلب انزي تعافي ليش مهمة محمودة الدراسة؟ أنا بقول لك ليش لين فترة جريبة؟ كأننا دائما نعتمد على مؤشر كتلة الجسم هي الوزن على الطول كنا دائما نعتبرها لما يطعر قمارنة الحين بعدنا نعتمد عليها بس الحين شوفوا كذا دراسة نقراف صحة وسعادة تركز على كتلة الدهون نفسها بغض النظر عن كتلة الجسم ليش؟ لأن في ناس ممكن تكون كتلة الجسم طبيعية شو يعني طبيعية؟ طبيعية من 18 إلى 25 تكون طبيعية ولكن الدهون عندهم تكون عالية بالتالي ويصابون بأمراض القلب ونفس الشي كتلة الجسم ممكن تكون طبيعية ولكن محيط الخصر إلى الوركة عندي ما يكون طبيعي فهذه كلها مؤشرات للإصابة بأمراض القلب قبل كنا نركز على الرجل دائما كنا نقول بطن يعني الكرش عند الرجل مؤشر لإصابة أمراض القلب وأمراض السكر بس الحين للأسف مؤشر فلوس بعد مؤشر فلوس يقول عزياني ولكن الآن الدراسة قاعدة تقول حتى للنساء النمو يعني النساء ما عندها عامل حماية بس لاحظ متى العمر من عمر 40 يعني فترة اللي المرأة تقترف فيها من سن انقطاع الطمث لأن كنا نعرف أن الهرمونات النسائية عندها عوامل حماية للمرأة من الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام طيب شكرا لك الدكتور نحن قبل أن نطلع فاصل هنا أبو عمر شوف لي في واحد كان مطلعش للبث المباشر حول علينا أبو عمر رزاه الله خير يقول السلام عليكم بأي حقيق بأي حق طبيب في هيئة الصحة لدبي يرفض يعالج مريض ومن أسبوعين مخبرين ندارة المستشفة ولا تحركوا وهذه يوم مروان شوف لي إذا تطلع معانا على الهواء عشان نعرف التفاصيل أكثر محمد إذا حابت تطلع معانا ولا لا وأيضا عموما ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل معاكم عندنا مواضيع كثيرة شو عندنا عقب الفاصل عندنا موضوع جميل عن حالة مرضية لمريضة رح نتكلم عنها كيف أنقذوا حياتها مستشفة راشد وفي موضوع بعد جميل عن صحة فم الأطفال من هو بيكلمنا عن موضوع المريضة؟ من هو بيكلمنا؟ ونخبركم عقب الفاصل أقول فاصل صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتين وخرون مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج يتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم مميزة دايما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا؟ 600551414 ورسائل النصية على 4006 حاولنا نحن نكلم أمروان قالت أبغي تكلمنا تحت الهوة إن شاء الله يا أمروان ونشوف الموضوع ومناخذ إن شاء الله الإجراء المناسب له ولكن عادة نتمنى يعني للفائدة العامة إذا حد من المستمعين عنده أي موضوع يبغي يطرحه يطرحه للفائدة العامة بالعكس يعني ما نمانع من باب الشفافية في البرنامج طيب أطباء قسم الأوعية الدموية في مستشفى راشد تمكنوا من إنقاذ حياة مريضة مواطنة أربعين سنة عمرها كم عمرك أنت دكتورة؟ لا لا سؤلف أربعين سنة عمرها وصلت إلى مركز الإصابات والحوادث وهي تعاني إصابات متعددة وتمزق في الشريان الأبهر كاد أن يودي بحياتها ما نتعرف على هذه الحالة المرضية والإجراءات الطبية التي صارت لإنقاذ هذه المريضة معنا في الستوديو الدكتور مؤمون شفاء عمري شفاء عمري خصايا أول بقسم الجراحة جراحة الأوعية الدموية في مستشفى راشد أول شي صباح الخير الدكتور ويا لي تعطينا فكرة عامة عن حالة المريضة لما وصلت عنكم المستشفى وشو اللي صار بالضبط؟ شو كانت تتعاني منه؟ أول شي طبعا السلام عليكم وصباح الخير لكل مستمعين إذاعتكم الكريمة المريضة هي وصلت في وقت متأخر من فجر يوم الأحد يعني في يوم ويكند يعتبر سبت في منتصف الأربعينيات من العمر كانت متعرضة لحادث بليغ جدا سيارة جالسة في المقعد اللي بجانب السائق فأحضرت على وجه السرعة لقسم الطوارئ كانت تعاني من آلام مبرحة طبعا ففي عنا ترياج سيستم في المستشفى بفرق بين الحالات الطارئة فطبعا هاي يعطوها الأولوية نعم نعملها من قسم الطوارئ الأشعة اللازمة والفحوصات الأولية واكتشفنا أنه عندها تمزق في الشريان الأبهر زائد كسور في الأضلاع متعددة في المنطقتين في الصدر ونزيف في التجويف الصدري زائد نزيف في الكبد كمان فهي تعتبر من الحالات الطارئة بشكل كبير جدا تقريبا نقدر نعتبره أنه 80 إلى 90% من الحالات بهاي الحالات بتمزق الشريان الأبهر ممكن يموته بدقائق بسيطة في الدقائق الأولى فعامل الوقت هو أهم شيء طبعا صحيح فالحمد لله اللي قدرنا نسوي أنه قدرنا نوصل للتشخيص الدقيق والملائم بدقائق بسيطة وبنفس الوقت كل الأمور تمشي بنفس الوقت في هذه الحالات بنفس الوقت قدرنا نجمع التيم اللي ممكن يساوي مثل هذه العمليات عن طريق القسطرة والحمد لله قدرنا نساوي القسطرة بفارق دقائق بسيطة جدا من وصولها للمستشفى اللي هو يعتبر تحدي تشالينجي كبير جدا لأي مستشفى في أي منطقة في العالم صحيح دكتور إجراء القسطرة في مثل هذه الحالات اللي عندها التمزق شو ممكن تكون خطورتها وشو يتم خلال القسطرة هذه لما يكون في تمزق القسطرة مثلا بهاي الحالة بهاي المريضة دلنا نساويها تحت التخدير موضعي عن طريق الفخد شريان الفخد بأجهزة معينة ويارات وأجهزة معينة بنقدر ندخل للشريان المتمزق وهناك بنفتح دعامة دعامة معينة من الداخل الشريان تقدر تغطي على هذا التمزق هذه طبعا عطتنا محاسنة وادفانتيجز كبيرة عن الجراحة الكلاسيكية اللي كنا نساويها من زمان عن طريق فتح الصدر وعملية طويلة جدا والمورتاليتي ريت نسبة الوفاة نسبة الوفاة جدا جدا عالية في العمليات الكلاسيكية فطبعا من فترة بسيطة طبعا صار لعنا الفاسيليتي أو موجودة فترة بسيطة بالنسبة للطب طبعا نقدر نقول 10-15 سنة تقريبا صار لعنا هاي الإمكانيات أن نساويها عن طريق القسطرة طيب دكتور يعني في الجراءات الطبية اللي أنا تعجبني في مركز الطوارئ في مستشفى راشد أن يتم اتخاذ إجراءات طبية سريعة جدا تشكيل فريق بشكل خرافي أن يوصلون بشكل سريع للمريض فأبغي يعرف شو الإجراءات اللي سويتوها حيال هذه الحالة الحد من مضاعفات النزيف مثل ما ذكرت أنت بعد أن مثل هذه الحالات يعني غالبا تؤدي إلى الوفاة إلى الوفاة بشكل يعني عالي جدا بشكل 98% مثل ما ذكرنا هي النقطة الأولى لأن المريضة كانت تعريبا بشك بصدمة موجودة بسبب النزيف زائد بسبب الآلام آلام مبرحة جدا فالخطوة الأولى لازم تكون تخفيض الآلام لدرجة أن تكون مقبولة بالنسبة للمريضة بدون فقدها للوعي طبعا والشيء الثاني تنزيل الضغط كمان هذا يعتبر تحدي تنزيل الضغط لحد معين أنه يظلنا محافظين على وظائفها الحيوية وما نمنع نزيف مجدد من الشريع لأنه طبعا بنعرف كل ما زاد الضغط على الشريع حيطلع نزيف أكتر أو يمكن ينفجر بشكل كامل بهاي الحالة بيكون عنا دايتين ثلاث دقائق بس للوفاة للنزيف بشكل كامل فإنه حاولنا نثبت درجة ضغط الدم لها الشريع يعني لحد معين أن نخليها حالتها مستقرة لحد ما نقدر نوصل لغرفة القسطرة والتي صارت في دقائق معدودة صحي صحي دكتور فمثل هذه الحالات حوادث السيارات البليغة شو أبرز أسباب الوفاة العلاقة بالوعية الدموية دقيت أو شيء النزيف كيف النزيف ممكن يعني يسبب الوفاة هو فقدان الدم نفسه ولا الضغط اللي سبب الدم على العلاقة الأخرى أيضا بهاي الحالة أكثر شيء فقدان الدم فقدان الدم بشكل كمية كبيرة بنعرف الشريعان الأبهر والشريعان الأساسي اللي بيطلع من القلب صحي فبكل نبضة قلب هيطلع تقريبا بنسبة 60% من كامل الدم يعني تقريبا فوق اللترين اللترين ونص ممكن يطلع بنبضة قلب واحدة فهي بسبب نزيف بشكل كبير خلال دايتين ثلاثة أنه بصف دمه مثل ما بقول الوضع الحالي للمريضة يعني شو وضع الحالي وهل هي يعني متوقع أن تترزم هي حالية احنا خلناها مجرد للعناية الحثيثة في قسم العناية المركزة كوبسورفيشن يعني بس لمدة خمس أيام وبعدين طلعت الحمد لله لأقسام العادية بالضبط الحمد لله لا إعادة تأهيلها بسبب الكسور طبعا الشريان الحمد لله يعني ما عاد فيه نزيف أي شيء لأنه بنفس الوقت ذكرت لكم أنه كان فيه عنده نزيف بالكبد كمان صحيح فكان لازم نتطمن ونتأكد أنه نزيف الكبد ما تطور أنه يصير نزيف لخارج منطقة الكبد في التجويف البطني فهي حاليا تحت إعادة التأهيل في الأقسام العادية ومن المتوقع أنه تخرج يمكن اليوم أو بكرة إن شاء الله شوفي أهمية أن الواحد يعي مسألة أن حوادث السيارات مسألة خطيرة جدا صحيح وعندنا الكثير من الحالات التي تمرنا المستشفى بسبب حوادث السيارات صحيح في حالات يعني فعلا بنشوفها بالعشرات إذا مو بالمئات عم نحكي عن الحالات الخطيرة مو البسيطة فعشانك فعلا أنه توخل حيطة والحذر والحزام الأمان وحتى لو مرات ممنطقية التقيد في السرعات المحددة لأنه فعلا بتقي يعني لو لا صمح الله صار الحادث على قليلة حيقينا من حالات الوفاء أو حالات مضاعفات ممكن تتجنب يعني إذا الواحد التزم بالسرعة صحيح يعني كلها دكتور يعني شو ما كنت أنت مسرع كم بتوفر من من وقت ممكن عشان توصل خوال دقايق ما بين دقايق عشر دقايق من بوظبي لدبي مثلا أو من العين لدبي وفرت عشر دقايق أو عشرين دقيقة الوقت ما يسفل تفكر فيها هل تسوى هل تسوى لا سمح الله إذا يعني شي صار لك وانت تسوق أكيد لا ممكن تعيش يعني حياتك إذا الله كتب لك عمر إذا الله كتب لك عمر بعد هذا هذا ممكن تعيش يعني مصاب ممكن تكون لا قدر الله مشلول إيديك ريلة فقط أشيء من الأطراف يستوي يعني حرام بالضبط صحيح صحيح يعني لأسف في حالات جدا يعني بتكون وتشفته كثير حالات تعيس جدا يعني يعني تخيل لو لا سمح الله الواحد مع عائلته يعني يشوف أولاده أنه راح أو صاروا معاطين صحيح هذه الله أكرمها يعني أنا لحكت عليها دكتور في مستشفى راشد وعندنا نحن الحمد لله يعني آخر التقنيات التي تتواجد في هذا المستشفى وأنا دائما نقول شهادتي مجروحة في مستشفى راشد لأنه بالفعل العمل اللي يقومون فيه خاصة فيه طواري مستشفى راشد عمل كبير دكتورة أنا شفتهم بعيني صحيح يتم تشكيل عملية الفريق كامل وكيف يستقبلون المريض ويوصل لمرحلة دكتورة ما شاء الله عليهم يعني مرحلة احترافية جدا ما تشتشفتها في أي مستشفى آخر يعني صحيح سوينا تدريبات يعني وكنا واشتغلنا في في مستشفيات عالمية بس فعلا الإمكانيات المؤهلة فيها هيئة الصحة وخاصة مستشفى راشد في استقبال كمية الحالات الرهيبة ولكثير من الحوادث ما موجودة وما شفناها في في أي محل تاني في العالم صحيح صحيح طيب دكتور مامون قبل أن نختم معاك كلمة خيرة تبغي تقولها يمكن أكثر شيء أحب أن أوجه نصيحة وكلمة للكادر الصحي أو الكادر الطبي بشكل عام أنه يكونوا دائما كعمل كفريق واحد لأنه فعلا ما ممكن النجاح بشخص أو شخصين أو ثلاثة في أي حلقة صغيرة من الإسعاف للممرضات للأطباء الأشعة اللي هنا يكونوا كمان كطبيب مجهول بالحلقات أي حلقة بتنقص من هذه الحلقات بيأدي إلى عدم النجاح فالكادر الصحي بالذات لازم يكون دائما العمل كفريق واحد شكرا لك دكتور مأمون شفا عمري الخصائي الأول بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد و يعني نقول الحمد لله على السلامة للمريضة اللي تعرضت لهذا الحادث هي كانت عند السائق هي كانت جنب السائق والأسف ما حاط حزام الأمان ما كانت حاط حزام الأمان والسائق الحمد لله ما صارح الحمد لله جروح بسيطة يعني كسور بسيطة للمحاط حزام الأمان و دائما يكون الجنب السائق محمود يصاب أكثر السائق عنده دائما السكان يعني 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 يكون ينقذ نفسه فيمكن بتروح الثانيين مرات صحيح صحيح والله نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله هل هل بعماركم عن السرعة والله عن السرعة لأن هناك وائد ناس وائد أحباء عندكم يتريونكم توصلون البيت أمهاتكم أمهاتكم أنا دائما نركز على أمهات مساكين والله يوم نشوف الأمهات العيان يروحون في لمحة عين في سباق سيارات أو في سرعة لا تستعيلون أمكم تترياكم ساعات ولكن تصلونها بالسلامة دائما من زي أنت لا تسرعين أنا ما أسرع ما تسرعين لا كم مخالفاتك مرة واحدة سرعت وندمت كم رشوة مخالفة مبلغ وقدره تستهلين شكرا لما أسرع تعلمت واحد يتعلم مو بالمخالفة هي بال من الواحد يحافظ على حياته واللي صح واللي يبغي يعني يعتبر يمر بس يلس عشر دقائق في محيط صحيح طواريم السشفى راشد صح شوف شو اللي قاعد يصير هناك بس صدقنا بتعتبر بالضبط صحيح يعني حتى اللي ما يحس بيحس بالضبط صح فاصل مستمعين بعد الفاصل إن شاء الله نرجع لكم ونتمنى لكم الصحة والسلامة والسعادة دايما لكم ولأحباكم بالفاصل عندنا موضوع بنتحدث فيه عن مشاكل الأسنان عند الأطفال أمنو بتكون معنا معنا دكتورة غادة خليل ليش ما قلت دكتورة مامون اسمك قبل لا انت ضيف أنا آه أوكي طيب دكتورة غادة خليل خصائي طب الأسنان مركز البرشة الصحي فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي نذكركم أوش برقام التواصل لموضوعنا وايد مهم 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام ها مكالمتنا جاهزة؟ لا؟ انزل رح ننكلمكم عن موضوع مهم اللي هي مشاكل الأسنان عند الأطفال ضمن جهودها المستمرة الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة حرصة هيئة الصحة بدبي على توفير خدمات وقائدية وتشخيصية وعلاجية لمرضاها بمختلف التخصات الطبية بما فيها صحة الفم والأسنان من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف أنحاء إمارة دبي اليوم بنتكلم بالخصوص عن مشاكل الفم عند الأطفال والمشاكل اللي يعانون منها واللي توقع معظم الأمهات دائماً عندهم أسئلة عنها فعندنا اليوم في الاستوديو دكتورة غادة خليل أخصائية طب أسنان الأطفال بمركز البرشة صباحة شوارد يا غادة نورتي الاستوديو ورحمة شحاج دكتورة الحمد لله بخير أنت أول مرة تطلعي معنا في البرنامج صح؟ باين ها إن شاء الله مو بآخر مرة طيب دكتورة نبغي نتعرف على أبرز المشاكل اللي يعاني منها الأطفال فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان يعني نادر ما نحصل ولد شي ما شي سواد في درس والأسنان يمكن ثلاثة أربعة طائحين هيا والله شو السبن عيانا كلها أسنانهم سوسة أوه في أسباب كثيرة طبعا الأهل هم من الأساس الأهل من الأهم المشاكل التي تعرضها لها الطفل اللي هي تسوس الأسنان فيه مشاكل ثانية فموية بس تسوس الأسنان تعتبر الأعلى السبب لتسوس الأسنان كالتالي يعتمد على حسب العمر كلما كانوا أصغر هو شو بيكون السبب الأساسي اللي هو شرب الحليب بالرضاعة قبل النوم ليش قبل النوم لأنه قبل النوم اللعاب ينزل فما في معادل الأحماض الموجودة طبيعية في الفم فالبكتيريا تفرز أحماض زيادة فالذوب السن فيسوى سن الأسنان فدائما ننصح عقب شربة الرضاعة الليلية لازم الأم على الأقل تمسح إذا كانوا أقل عن سنة تمسح على الأقل بشاش فيه ماء أو بفرشة بسيطة عشان إنشل طبقات الحليب الحليب فيه سكر طبيعي لهو الأكتوز بالضب بعد إذا ما تنظف يتم على الأسنان مثل ما قلت كيف اللعاب ينزل فما فيه توازن في الأحماض نحن يمكن كانت عندنا فكرة دائما إن الحليب يقوي السن قوي وكل شي بس مبطول الليل يتم لأنه كل ما تم الأسنان هاي الطبقة السن خلاص البكتيريا ما شاء الله تنتشر يعني أنا بأخذ مكالمة من سالم سالم صبحك الله بالخير تفضل الله يبرك والله كان عندي بس السفصان من الدكتورة نعم من الدكتورة نادا نعم أنا ابني كان عنده دايما كان مغص ببطنه دايما يعني دايما بطنه تعباني ثم بعدين أخذتها على الدكتور نعم فكان شكل في شيء معين نعم فقال لي راح نعمله تحالية قلت له كي عملت حاجة عملت تحالية فقال لي عنده شغل اسمها نعم قلت له هادي شو علاجها قل لي ما لها علاج أبدا لألا ما لها علاج غير انك تحافظ من الأكل نعم فأي أطلع على الأكل كل الأكل في كله في جلوتين وفي أمح وفي كل شيء صحيح حتى أنا بصيت على المخابس ما يعني نادرة لما بحصل الخبز بتاعه حتى البسكوية المربة الشوكولات كله يعني ومعظم عليه نعم عليه هذا المادة اللي هو الجلوتين نعم فأنا هل ما فيش فعلا علاج دي أو يعني أو حتى المخابس اللي بتوفر المعكولات بتاعتهم واضح إن شاء الله واضح سؤال كم عمر الولاد بس لو سمحت يعني خضانه بيروح مدرسة ويعني الحضانة سورية وبعاتين يعني بيشوف أطفال وبيرجع بيبكي العاز بسكوتة منبع منبع الحضانة ممنوع إن شاء الله في الحضانة يعني أربع سنوات خمس سنوات ها أمرا لا هو ثلث سنين ونص إن شاء الله تسمع جواب أخي تسمع جواب شكرا 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 الغلوتين الغلوتين مشكلة السيليك ديزيز هو سيليك ديزيز عبارة عن مرض مناعي لما الجسم يحارب الغلوتين هو نوع من البروتين اللي موجود بالعادة في القمح طبعا هي مشكلة طبعا عند كثير من الأهل اللي عيانهم يكتشفون عندهم سيليك ديزيز وزين يكتشوف في العمر بالعادة الطفل يكبر وما ينتبهون بس دام يكونوا عندهم في البطن مرات إسهال ويكونوا عندهم ضعف في النمو وما يكتشفون السبب الطبيب للشيخص صراحة شاطر ففي بدائل بس الأسر بدائل موب كثيرة ترى اللي موجودة اللي هو غلوتين فري موجود في غلوتين فري لكن في متاجر متخصصة ممكن تحصلها علاجة للأسف مموجود لأنه مرض مناعي لكن نمط حياة لازم يكون طبعا لا نفكر أنه مثلا يقول ولد صغير ما بيفهم أنت اشرح له مثل الطفل عنده أي مرض ثاني عندهم سكر أو عنده عنوعة الحساسية مثلا حتى عندهم أطفال الحساسية في فول السوداني نفس الشي نقول حق الأم قاعد وإشرحي له يفهم الورد رح يفهم اشرح له بالصور يفهم محمود شرح له بالصور أنه أنت عندك هذا وأنه ركزوا على الإيجابي أن أنت بطا هي مو بأنه ما يفهم يفهم أكيد لكن الفكرة أني أنا رغبة الطفل هذه كيف ممكن أني شسمك أتعامل معها أكيد خصوص في الحضانة صحوال دكتور اليهال عندهم كنوا البسكوتات والكيك فهذا يبال شوية مدارة بينكم من إدارة المدرسة أو الحضانة وتكررون على الطفل أكثر عن مرة في البداية سيكون صعب بس بعد فترة لما يشوف لما يأكل الأكلات التي تحتوي على القلوتين يتعب منها يتلاقون روحها تدريجيا يخفف منها يبتعد عنها وألف سلام على ولدك وإن شاء الله تأكد إذا طلع علاج السليك ديزيز سنقوله في صحابة سعادة إن شاء الله طيب تبغين تعاقبين على الموضوع هذا في واد متاجر يبيعون الكوكيز الكوبكيك الخبز بس قلوتين فري وحتى يقدر يشترون الدقيق اللي هو قلوتين فري وهو يسوون في البيت الكيكوتي عشان ما يتم شايف خاطر يعني أنا ساعة آكل من هذا قلوتين فري حلو أنا أجرب مرات الخبز من قلوتين فري حلو حلو طعمة مسألة تعود بس على الموضوع طيب نرجع لموضوع الأسنان قلنا أن الحريب ممكن أن واحد من أهم الأسباب الرضاعة قبل النوم والسبب الثاني الرضاعة حتى للطفل الرضيع نفسه الرضيع ترى عند ما عند أسنان لا لا بس تتعلم بالأم أنه بس تمش حتى اللثة فهي بتتعود أنه في بعض الموهات يخافون أنه صغير طفل رضيع بس تتعود بس تمش خلاص أول ما الأسنان يطلعن تتعودت ما تخاف ولا وكيف وطبعا الشيء الثاني اللي هو إحنا طبعا ضد حرمان الحلويات والأكلات في أكلات معينة تزيد من تسوز مثل تحتمع سكريات عالية أو الأحماض مثل المشروبات الغازية أو أنواع من الأكل اللي لازق نفسه الفواكل المجففة القوميبير زلتوفي 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 فاللعاب يبال فترة لما ينظف السن ويعاد الحم المشكلة من في الكمية كثر كم عدد المرات يعني إذا مرة وحدة في اليوم عقب الغداء مثلا أوكي فيه الفم بيحافظ على العمرة بيكون فيه يعني وقت لأن اللعاب يلوبه نعم بس إما إذا كان كل ساعتين أو كل ساعة حلاوة وحلاوة وحلاوة فالضرس خلاص يعني ما فيه أي مقاومة اللياه اليوم يمص صبعة بعد أو يحطو للشسم عسل هذا أسوأ شيء بالنسبة اللي يمص صبعة نحاول كثر ما نقدر أنه نخفف هالعادة بالهداوة مو بيعني غصب أنه طراغتي لا قالت بالهداوة بالهداوة تكلم لا قصة ستراوي صور كيف إلا هذا يأثرت على شكل الفتش في المستقبل على مخارج الحروف حتى فإذا وقف كل ما كان يوقف الطفل مص الصبع بسن مبكر الأسنان ترد نفس ما كانت ما تحتاج لجهاز عشان يمنع العادة السيئة أو تقوين في المستقبل أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متوفرة سوالة في القلوتين في مطاع ومتاجر الحمد لله الجمعيات توفر بس هي مكلفة الصراحة عن نفسي بديت أجرب وصفات بنفسي وحتى ستسوي لقيمات كل شي ما شاء الله جميل ممتاز شكرا لك يوم أتوقع معلش يجربونا محمود في كثير من الناس حتى لما عندهم سليك القلوتين يجربو منتجات الخبز أو القمح ما فيا قلوتين حسول هضم عنه يستوي أفضل ما يكون عنه النفخة والألم هذا أحسن حق الأسنان طبعا أحسن هو مريح حق المعدة شو أبرز العادات السيئة لعند الأطفال والتي تأثر على صحة الفم والأسنان ويعني نبغي نعرف إذا عندكم بعد برامج دوعوية أو حملات تسوون كذلك للأطفال عندنا في إداة خدمات الأسنان في هيئة الصحة مبادرات وايد حلوة من أبرز المبادرات خصوصا حق الأطفال المدارس عندنا مبادرة مبادرة ابتسامتي التي تهدف لتعليم كيفية تنظيف الأسنان في جميع مدارس الحكومة والحين بعد في بعض المدارس الخاصة تشجع التعلم أول شيء منها تهدف تعليم المدرسين والمورضات في المدارس ويوميا في متابعة للتنظيف فمنها يعني كل الطفل عنده فرشاته وكل شيء يقبل البريك ينظف ونحن نتابعهم كل ثلاثة الشهور نشوف هل خف معدل التساوز كيف نسبة البلاك البلاك اللي هي طبقة اللزجة اللي تتكون على الأسنان من بقايا الطعام هل في خف هل صحة الفم اللثة ستوات صحية ولا لا هل في يعني تشاف وأطباء أسنان تعالج نحن دوم نسوي لهم تقرير عن نسبة الساوز عندهم هل في علاج ولا لا فهذه التوعية وايد ساعدت وما شاء الله حين نحن في فيستو يعني في السنة الثانية فما شاء الله فيها وايد دكتورة غادة تحياتي لتش عيالي وايد يحبونتش عيالي كلها يتابعون عن دكتورة غادة دكتور غادة نركز من أول ما يطلع للضرس فرشة ناعمة بس يمشي بس ما يبون شيء من غير معجون من غير معجون بس عادة تصير عندي بس أول من سنتين لثلاث لازم معجون معجون فيه فلورايد بس تكون مسحة لأن الأطفال تقريبا من سنتين لثلاث سنين تقريبا من سنتين لثلاث سنين يبلعون المعجون فبس مسحة أو نفس حبة الرز ما يتم المعجون أصلا شيء وصول الفرشة كامل ما يتم شيء فعشان بس مسحة حتى لبلعوا عادي بس من ثلاث سنين وفوق لأي ست سنين حبة البازلة وبعدين الأكبر عادي أنه خلاص يعفون ما يبلعون وشيء يعني هلين السلام عليكم نسمحة عندي مشكلة وحب تتواصلون معايا مشكورين شوف أبو عمر معلي كامارة شوف تابع لنا أو تابع لي البث المباشر لأن معظم المسجد قامت تتين عن البث المباشر أجمعتها خير أبو عمر يخلص برنامج الساعة عشرة تسعة وخمسين دقيقة نزيل بعدها خلاص ندخل على الصحة وسعادة نزيل نعم البرنامج الآن عند بوسيف أه عند بوسيف إيه بوسيف إذا الله خير دكتورة غادة طبعا واديون أمهات العيادة حوادث لأسمان عيانهم نص درس انكسر درس كامل طاح وعند جهلي خبرة مع هالشي فدام الأم تخاف تقول أخاب ما يطلع مكان درس بما أنه طاح وايد من وقت أو تتردد هل تركب سن ولا شو الإجراء الصحيح يكون في الحوادث الأسنان وما كثير عند الأطفال طبعا هو يعتمد إذا كان هل هو سن لبني ولا سن دائم عادة اللهم ما يعرفون بس دام الولد عمره أقل عن سبع معناته عادة تكون سن لبني فإذا طاح بكبرى طلع لا ترده عادي بس إذا كان سبع سنين لا لازم يردون لازم يردون فأحسن شيء أنه يسونوا على طول عن طبيب الأسنان معهم الضرس بس ما ما يعلم طيب شو علاقة الغذاء وصحة الأسنان فيه وايد غذاء تساعد أغذية قصدي تساعد على تقوية الأسنان منها الجبن ليش الجبن عشان فيها شوي قلوي فيعد الحم ممتاز الحليب عشان الكالسيوم في بعض الأكلات الطبيعية فيها فلورايد الفلورايد تشوف غذيفته يحافظ على الأسنان يعني نفس نحن نسميه نفس فيتامينز يعني أي في حفرة صغيرة ما نقدر نشوفها بالمايكروسكوب هو يسدهن فأي بداية تسوس يوقفها فممكن نشوفها في الأسماك في الجاه الأسود من غير الشكر طبعا ومحق الصغارية حق الكبار حق الكبار انزين فهالأكلات بشكل عام الأكل الصحي وإذا يبون يأكلون الأكلات اللي طبعا اللي هم يحبون الحلويات لازم شوي نكون شوي أذكية في اختيار حلاوة يعني يفضل لو كانت شوكولت عشان يذوبوا بسرعة نعم لو كانت دارك شوكولت إذا هم رضوا زين زين والشيفستر وايد سيء لأنه يتم فترة أطول صحيح يعني أذكية في اختيار السناكس نسميهم ونبدلهم نعطيهم مثلا خضرة بدال الشوكولت نعطيهم خيار يزار مكصوص يستنسون اليهال ومره في اليوم بس الحلوة وهم شيء تنظيف الأسنان بالضبط واللي هي وظيفة الأهل لأنه لازم يراجعون يشوفون كيف ينظف الأسنان لأنه مهما كان هو طفل بالضبط لأن نسبة تسويس عندنا في الإمارات وائد عالية خصوصا في دبي يعني في دراسة أجرتها هيئة الصحة سويت مسح فهم على الطلاب المدارس فاكتشفوا أن نسبة تسويس من سن 5 إلى 6 سنين تقريبا 65 في الامية أكثر من النص أصنعهم تسويسة ومن 12 إلى 14 تقريبا 59 ومن 14 إلى 17 بعد 65 في الامية يعني موائد عالي يعني نسبة تسويس في الإمارات تقريبا 75% مقارنت في أمريكا أمريكا 25 بس يعني في أمريكا من 4 أطفال طفل واحد مسوس بس أسنان نعم نحن من 4 ثلاثة ما شاء الله وايد النسبة وايد فعشان شيء متكلم من الأهل أنا قرد أقول من الأهل هي التوعية ما يبالى شيء هو بس شو يعني لا تيبون طفلكم للأسنان إذا كان فيه شيء عورى لازم أول ما يكمل سنتين قبل سنتين يكون من غير ما يكون عنده شيء صحيح منها يتعود ومنها نحن بنعطي التوعية الصحيحة إذا فيه بداية تسويس نلحق عليه قبل ما يكون تجربة مؤلمة ولا شيء صحيح صحيح طيب قبل فيه عادات عند الشعوب يعني دامان يأخذون الأسنان اللبنية ويحطونها تحت المخد وغلا شو يطلع مقارنة بيزات إذا طبيب الأسنان خلعتها يحطون زيادة بعد بيزات غادة من اللي تحب تعطي تنونس المرضى طيب أهني بعد أبغي أسهل يعني نحن الكبار إذا دخلنا يعني غرفة الأسنان عند الطبيب وهذا تصير عندنا رهبة يعني نزين فبالت الأطفال شو تسوون عشان تهدونهم رهبة الأطفال تختلف يعتمد على الأمر في في خوف اللي هو مكتسف في خوف الفراثي الوراثي هذا ما ما نتكلم عنه بس الخوف المكتسب يا سامع الأهل يقولونه دكتور الأسنان مؤلم ويعطي كبرة وهكل مثل الشرط يخوفون منه فهذا أسوأ شيء إنه خلاص يخاف في نص من يخافهم من الألم إنه كان عنده تجربة سيئة في نص من يخافهم من المجهول لا يعرفون شيء يديد شو الأجهزة فهكلنا عندنا الطرق نهيئ الطفل يعني نحن بطريقة مبسطة ومايد في فرق في التعامل جميل شكرا لك دكتورة غادة خليل أخصائي طب الأسنان للأطفال مركز البرجة كان لصراحة لقاء جميل إن شاء الله فدنا الأمهات ونتمنى من كل الأهل أنهم يحرصون أن يشوفون طبيب الأسنان قبل ما تطلع مشكلة عندي شكرا لك دكتورة شكرا لك دكتورة نادة الملة أسنانة بعدهم لبنيات صح بعدني ما خشيتي ضرس ولا شي ومنت صغيرة لا أنا دائما كانت أسناني أحسن أسنان في البيت أمي دائما ندفنهم أنا أعتقد أنه دفنوا كم ضرس أنا صج لا لا ما ألي الوالدة كانت هذا صج لا لازم أسناني دفنوا أسناني أو لا عموما نلقاكم إن شاء الله ما طلع لا ليش ما طلع غدا غدا مستعيل محمود على الخميس لا لأنا عندي وائد شغل انتبهت قدمين ترى الأربعة والخميس بروحة بارك الله فيك شكرا العفو دكتور يخبرني وانا على هو شكرا لك محمد عمر بزاك الله خير ما قصرت وكل التحية لمخرجنا ناصر السليمي وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم إلى ذلك الحين دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي